السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بحل وشرح عدة نماذج اختبار الاستماع النهائي للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الأول وهذه النماذج هي من عمل معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية جزاهم الله كل خير وبالما أبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ بسم الله بالنموذج الأول سنستمع سويا إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحل الأسئلة معا سنقوم بحل الأسئلة معايا في المتوسط الفيديو 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 هناك بعض الأسئلة معايا في المتوسط الفيديو هل هناك أيضا من المتوسط الفيديو؟ لا لا هناك أيضا جزءًا من المتوسط؟ نعم أنظر بحرات من المتوسط الفيديو تحتاج إلى أن تكون مستقبل. أحب أن أكون مستقبل جيدا و أتكلم جيدا. طبعا بعض المؤسسسات ينجح الكثير من الموضوع و هذا جيد. لكن المصدر لأسفل 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 لأسفل. هو مؤسسسسسي لأسفل لأسفل. إذن الإجابات هي كالتالي هل تستمتع بقهوتك سيدي؟ كم هي عدد المرات التي تطبخ بها؟ أنا لا أعلم كيف يتم الطبخ ماذا يفعل الطبخ؟ هو يصنع الشربة جودي تريد أن تصبح طبيبة نفسانية خاصة بالأطفال لأنها تحب مساعدة الأطفال كيف تتهجأ اسمك الأخير؟ نعم يوجد بعض فطيرة التفاح كان مستر غزالي يتحدث في الفندق هي طلبت بيزا بحجم الوسط هل كان يريد أن يتبع خطوات والده؟ نعم إنها إجابة خاطئة كان يريد اتباع خطوات جده هل كانت تذهب إلى حصص الطبخ مع عائلتها؟ نعم إنها إجابة خاطئة كانت تذهب مع صديقتها إذن سنستمع أيضا إلى نص هذا النموذج وبعد ذلك سنقوم بحله معا سنقوم بحجم الاشتراك إذن الإجابات هي كالتالي إنه خلف المصاعد ما الخطأ في الصورة؟ حسناً الرجل الكبير في السن يحمل هاتفاً خلوياً هو يقوم بالتحليق بالطائرات الضخمة ماذا تفعلين في وقت فراغك؟ أحب الرسم هل أنت جاهز للطلب؟ نعم لو سمحت أريد لحم الستيك ننتقل الآن إلى النموذج نص هذا النموذج يشبه تماماً النموذج السابق ولكن طريقة الأسئلة مختلفة سنستمع إليه مرة أخرى وبعد ذلك نجب على الأسئلة سنستمع إليه مرة أخرى إذن الإجابات هي كالتالي خلف المصاعد على يمينك ما هو الخطأ الموجود في الصورة؟ الرجل الكبير يمسك بهاتف خلوي ماذا يفعل والدك يا ديفيد؟ ماذا يفعل والدك يا ديفيد؟ لأنها جداً مريحة نمبر فايف كيف تريد الستيك الخاص بك؟ أريدها وسط ننتقل الآن إلى النموذج التالي في هذا النموذج لدينا اختبار شفهي وهي عبارة عن أسئلة ممكن أن يسألها المعلم للطالب ويجب عليها شفهياً ومن هذه الأسئلة سيقول له Good morning صباح الخير How are you؟ كيف حالك؟ سيرد الطالب ويقول I am fine thank you ويسأله أيضا How old are you؟ كم هو عمرك؟ سيرد الطالب ويقول I am مثلا Thirteen years old ثم سيسأله أيضا Where are you from؟ من أين أنت؟ هنا سيذكر الطالب أو الطالبة من أين هم منهم مثلا I am from Saudi Arabia Do you have any brothers or sisters؟ هل لديك أي من الإخوة أو الأخوات؟ أيضا سيرد الطالب بعدد الإخوة أو عدد الأخوات لديه مثلا يقول I have two brothers and one sister ننتقل بعدها إلى اختبار الاستماع هنا سنستمع سويا إلى النص وبعد ذلك سنجب على الأسئلة التالية This is my sister She's cute Yes, she is What is her name? Her name is Vicky How old is she? She is four years old Is she tall? No, she isn't tall Practice وبعد أن استمعنا إلى النص فإن الإجابات هي كالتالي Number one قال She is my sister إنها أختي يعطي معلومات عن أخته ثم قال She is cute هي لطيفة وبعد ذلك قال What is her name? ما اسمها؟ رد وقال Her name is Vicky اسمها Vicky سأل How old is she? كم عمرها؟ رد وقال She is four years old عمرها أربع سنوات سأله Is she tall? هل هي طويلة؟ رد وقال No, she isn't tall لا هي ليست طويلة سنستمع أيضا إلى نص هذا النموذج علينا أن نستمع إليه جيدا لأن معلومات أو ترتيب الأسئلة غير مرتب مع المعلومات التي سنستمع إليها سنستمع سويا وبعد ذلك سنقوم بحل هذه الأسئلة Listen to the audio carefully then choose the correct answer I am Ali I am 14 years old I live in Jeddah I have two friends Omar is 15 years old He is in 9th grade He lives in Riyadh He usually eats bread with jam or honey And he drinks some milk or orange juice for breakfast At school, he often eats a sandwich with cheese, salad, and tomatoes for lunch But he also eats hot meals like pasta Chicken burgers or some tomato soup Omar doesn't like cookies He sometimes eats fish and rice for dinner Khaled is 13 years old and he lives in Abba He is in 8th grade He often eats some cereal with milk for breakfast He never eats sausages At school, he usually eats a tuna salad with vegetables and eggs He also eats some fruit and drinks some water Khaled sometimes goes with his friends to a restaurant And they eat chicken with potatoes and vegetables for dinner Khaled doesn't eat any chicken burgers He doesn't like fast food Answer the question قبل أن أبدأ بحل هذه الأسئلة سأضع لكم نص هذه النموذج Listen to the audio carefully Then choose the correct answer I am Ali I am 14 years old I live in Jeddah I have two friends Omar is 15 years old He is in 9th grade He lives in Riyadh He usually eats bread with jam or honey And he drinks some milk or orange juice for breakfast At school, he often eats a sandwich with cheese, salad, and tomatoes for lunch But he also eats hot meals like pasta, chicken burgers, or some tomato soup Omar doesn't like cookies He sometimes eats fish and rice for dinner Khaled is 13 years old and he lives in Abba He is in 8th grade He often eats some cereal with milk for breakfast He never eats sausages At school, he usually eats a tuna salad with vegetables and eggs He also eats some fruit and drinks some water Khaled sometimes goes with his friends to a restaurant And they eat chicken with potatoes and vegetables for dinner Khaled doesn't eat any chicken burgers He doesn't like fast food Answer the question وبعد أن استمعنا إلى النص وقرأنا الإجابات هي كالتالي Number one خالد doesn't like fast food قيل أن صديقه خالد لا يحب الطعام السريع أو الأجبات السريع Number two عمر is in ninth grade صديقه عمر كان في الصف التاسع Number three علي لديه صديقان Number four خالد sometimes goes with his friends to a restaurant to eat dinner خالد بعض الأحيان يذهب مع أصدقائه إلى المطعم ليتناولوا العشاء Number five At school خالد usually eats a tuna salad with vegetables and eggs إذن في المدرسة خالد في الغالب يأكل سلطة التونة مع الخضروات والبيض Number six علي lives in جدة علي المتحدث يعيش في مدينة جدة ننتقل إلى circle true or false علينا أن نختر إما صح أو خطأ Number one علي is thirteen years old هل كان عمر علي ثلاثة عشر عاما؟ لا إنها إجابة خاطئة false كان عمره أربعة عشر عاما إذن fourteen years old Number two عمر is fifteen years old هل كان عمر عمر خمسة عشر عاما؟ نعم إنها إجابة صحيحة Number three خالد lives in أبهى هل كان خالد صديقه يعيش في مدينة أبهى؟ Yes إنها إجابة صحيحة Number four عمر eats cold meals عمر يتناول الوجبات الباردة لا إنها إجابة خاطئة كان يتناول hot meals الوجبات الساخنة إذن سنختر false والآن وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية حل نماذج استماع نهائي للصف الثاني المتوسط إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو وضعوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا